دوني أن تسمع كثرة الفراغ عند أولادنا الفراغ إما أن يكون الفراغ نعمة وإما أن يكون الفراغ نقمة الفراغ مقتلة الفراغ الذي يحياه كثير من أولادنا في كثير من بيوت المسلمين الآن مقتلة والحديث راوى البخاري وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ يعني من وظف الصحة والفراغ في خير للدين أو للدنيا فهو المغبوط هذا هو الذي يغبط على ما أنعم الله به عليه ومن لم يوظف نعمة الصحة ونعمة الفراغ في خير للدين أو للدنيا فهو المغبون مغبون أي مخذول خسران نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس شهادة النبي الصادق غبن كثير من الناس في هاتين النعمتين لأن كثير من الناس لم يعرف قدر هاتين النعمتين ولم يوظف نعمة الصحة ولا نعمة الفراغ في خيري الدين والدنيا فلا تترك نفسك فارغة من أي خير أو عمل للدين أو للدنيا فأنا بنصح أولادي الآن كادت الأجازة أن تبدأ بل ومن أولادنا من أخذ الأجازة بالفعل الفراغ فراغك مقتلة لو مضيت أو قضيت الوقت أو قضيت الأجازة الصيفية في فراغ دون أن تشغل قلبك بالإيمان بالعبادات والطاعات ومجالس العلم والحرص على هذه الحلقات واللقاءات لشيوخنا الأفاضل عبر الفضائيات الطاهرة المباركة أو لو لم تشغل نفسك بالطاعة أو بأي عمل من أعمال الخير ولو لم تشغل عقلك بقراءة كتب تستفيد بها وتستفيد منها لدين أو لدنيا هي الحرج أنك مثلا تعاهد ربك في هذا الصيف أن تحفظ نصف القرآن عشرة أجزاء أن تأخذ دورة في الكمبيوتر هي القرآن والكمبيوتر آه ما فيش حرج لا حرج على الإطلاق نريد لأولادنا أن يتفوقوا أن يكونوا مبدعين في كل مجالات الحياة خذ لك قرص في الإنجليز ما فيش حرج على الإطلاق مع القرآن مع قراءة كتاب الدواء والدواء لشيخنا بن القيم مثلا رحمه الله وتعالى ابدأ به مع قراءة كتاب جامع للم والحكم للحافظ نراجب الحنبلي مع قراءة شرح كتاب رياض الصالحين الشيخنا بن عثيمين رحمه الله أو لأي عالم للعلماء يجب عليك أيها الشاب الحبيب وأيها الإبن الغالي أن لا تترك نفسك فريسة للفراغ لأن الفراغ مقتلة إن لم تشغل نفسك بالحق تنسى تشغلك بالباطل وبعدين الفراغ المادي فراغ المادي يعني أنا ما ليش عمل ما ليش وظيفة مش الفراغ المادي يعني الفرس لا الفراغ الحسي ألا أشغل نفسي بعمل لو أنا ما ليش شغل لو ما ليش وظيفة سأقضي النهارة كله نائمة وسأقضي الليلة كله على النواصي الشوارع والطرقات معاكسة النساء والبنات والفتيات ليه ما تمحش عن عمل ما فيش عمل ينسبني يا عم الشيخ مش بالضرورة ينسبك مش بالضرورة تبدأ العمل مدير إطلاقا ما حد يشأل كذا لكن اشغل نفسك بأي عمل بشرط أن يكون حلالة ما دام العمل حلالة والله العظيم لو أتيت كما ذكرت قبل ذلك بصنية شاي وحطت طرم الشاي ووقفت في مكان عام تبيع الشاي وترجع أخر النهار بعشرين جنيه والله العظيم شرف شرف هذا تقبل رأسه وتقبل يده هتفضل قعد كم سنة تنتظر الوظيفة أو تنتظر العمل المناسب الفراغ دم اقتله فنقول نحن في حاجة إلى أن يجلس الوالد مع أولاده في وقت فراغ ليذكره بالله جل وعلا ليذكره بالنبي صلى الله عليه وسلم ليذكره بالواقع الذي يعيشه ولده ليذكره بواقعه هو كوالد يا ولدي أنت بلغت السنة الفلانية أو سنة كذا أريد أن أشعر بوجودك إلى جواري أريد أن أستشعر وجودك معي هيا أخرج معي إلى العمل شاركني عملي شاركني وظيفتي إن كان الوالد يعمل عملا من الأعمال التجارية أو من الأعمال الحرة المهم أيها الأفاضل في الفراغ يتحتم على الوالد أن يراعي أحوال أولاده إن كان أولاده فارغين من العمل لا سيمة إن رأى منهم رقة في الإيمان ورقة وضعفا في الالتزام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلابد أن يراعي الوالد أولاده في حال فراغهم لأن الفراغ مقتلت أمانا لهذا العين أن تتبع أمانا لهذا الأذن أن تسمع أمانا لهذا القلب أن يخشع ترجمة نانسي قنقر